تعود أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الواجهة بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن سفينة لها أطلقت طلقات تحذيرية تجاه سفينة شحن جنوب غرب البحر الأسود والتي كانت تمخر البحر في طريقها إلى أوكرانيا ليتم تفتيش السفينة للتأكد من عدم وجود بضائع ممنوعة على متنها الحادثة التي شاهدها البحر الأسود لقيت إدانات أوروبية وأوكرانية ووصفتها الخارجية الأوكرانية بأنها عمل استفزازي وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحر يأتي التحرك الروسي في البحر الأسود بعد تحذير سابق من موسكو بأنه بعد وقف العمل بمبادرة حبوب البحر الأسود وإغلاق الممر الإنساني البحرية سينظر إلى جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في مياه البحر الأسود على أنها ناقل محتمل للبضائع العسكرية وبالتالي ستخضع للتفتيش إذا لزم الأمر للتأكد من صحة ذلك وأمان السفينة العابرة إلى الميناء الأوكرانية بالتزامن مع ذلك كثفت تركيا الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصفقة الحبوب وتشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في هذا الجهد بحسب ما أوردته وكال التاس الروسية للأنباء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضح في آخر تصريحاته حول ملف الحبوب أن إحياء الاتفاق مع روسيا للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية بوساطة أنقرة والأمم المتحدة يعتمد على الدول الغربية التي يجب أن تفي بوعودها في إشارة لمطالب روسيا رفع القيود عن صادراتها بحسب المصادر التركية يأتي تكثيف العمل لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذ مبادرة الحبوب قبل اجتماع مرتقب لأردوغان وبوتين ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة ميليت التركية أن بوتين سيزور تركيا في الأيام المقبلة فيما أفادت قناة إيهابر التلفزيونية التركية بأنه في حال لم يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا سيقوم أردوغان بالسفر إلى الاتحاد الروسي